اليوم يوم الجمعة الثالث من تموز هذا اليوم هو اليوم الذي أسقط فيه الجيش المصري الرئيس محمد نورسي وفعل ما فعل في مصر وفي رابعة ودمر وقتل الكثير من الناس لا يدركون حجم ما حدث اليوم يظنون أن الأمر مجرد انقلاب عسكري حاكم مسقط وجاء حاكم آخر حزب كان حاكما وجاء آخرون وسيطروا على البلد وانتهى الأمر مجرد مجرد تغيير وجوه مجرد سقوط وجوه وقيام وجوه يعني ما جرى في مصر هو أن محمد نورسي وحزب الإخوان خسروا وربح مثلا حزب الجيش ومجموعة الملتفين من حوله الحقيقة الحقيقة ليست كذلك وهنا لابد أن ندرك حقائق الأمور حتى نبني عليها نحن لا نريد أن ندافع عن إنسان خسر مصالح في الدنيا أو ربح مصالح وإنما علينا أن ندافع عن أنفسنا وعن الأمة قبل أن أتحدث عن موضوع مصر ومن خسر وحجم الخسارة ومن ربح وحجم الربح علينا أن نقدم مقدمة بسيطة في العالم إن كان في حجم القرية أو في حجم البيت حتى الأسرة الواحدة أو في حجم مدينة أو دولة صغيرة أو دولة كبيرة أو مجتمعات صغيرة أو كبيرة في أئمة في أئمة أئمة هدى وأئمة ضلال وفساد ممكن الإنسان في بيته يكون إمام هدى وإمام ضلال بحجم بيته بحجم أولاده وأسرته كبير قوم في قرية هو يكون إمام هدى في هذه القرية وإمام ضلال في هذه القرية والإمام هنا يلعب دور أساسي نحن نعرف مثلا حينما تدخل الملوك دينا ما سلطانها وجيوشها وإمكانياتها تحاول هذه الملوك أن تفرد نهجها خلال بعض الأحيان في خلال عقود بسيطة من الزمن تستطيع هذه الملوك أن تغير تغييرا واسعا في أممها لهذا الأئمة أئمة الشر أئمة الخير مسألة مهمة مثلا أضرب مثال لو أن أمريكا هي حاملة راية العدل في العالم وهي أكبر قوة في العالم فعلا راية العدل لا تنحاز لمصلحتها أو مصلحة غيرها لا تحاب أحدا هي أين الحق هي معه وتدافع عنه بحماس هذا الأمر يغير وجه العالم تماما يغير وجه العالم تماما كما هي غيرت وجه العالم تماما اليوم حيث أنها هي أبرز إمام للفساد أكبر إمام فساد ولهذا يطلق عليها بعض المؤمنين الشيطان الأكبر الشيطان أكبر أكبر شيطان في الدنيا أمريكا ليش لأنها إمامة إمامة أكبر فساد كما وأنه هناك شياطين أصغر وأصغر وأصغر لهذا حينما نأتي إلى مصر مصر بما لها من امتدادات وبما لها من تأثير وبما لها من أبعاد في المنطقة باعتبار مصر هي الدولة الأم والدولة الأكبر بتشكل بتشكل نهج يؤثر ليس فقط في مصر يؤثر على المنطقة ويؤثر على العالم الإسلامي بقدر لا بأس به سقوط محمد مرسي ونهج محمد مرسي وقيام نهج آخر يجب أن ننظر إليه من هنا من هذه الجهة محمد مرسي رحمه الله لا شك أنه كان صادقا طبعا اليوم نقول هذا الكلام ربما لو قلناه وهو في سدة الحكم كان إمكانية الدفاع عن رأينا هذا ليست بهذه السهولة لأننا يمكن يمكن كل إنسان أن يقول كلاما ويخالفه وكثير من الناس يدعي الشرق وهو بريء منه لكن بعد وفاته بالطريقة التي توفي بها وهو الذي قال قبل وفاته سأدافع عن الحرية في مصر وسأدافع عن أطفال مصر وسأدافع عن العدل في مصر حتى أقدم نفسي وحتى أموت وفعلا هو بقي بالسجن طيلة هذه الفترة كان يستطيع أن يخرج من السجن في أي لحظة شاء يستطيع أن يتنازل عن بعض الحق ويخرج معززا مكرما إلى النهاية لكنه هو كان صادقا ثبت على الحق وهو يعرف وهو يعرف ويدرك إدراكا أكيدا أنه يسعى بقدميه إلى قبره لأنه متمسك بقناعاته في الدفاع عن العدالة وعن الحق في مصر الذي سقط في مصر العدل الذي سقط في مصر حلم مصر وحلم الأمة يعني مشروع وقام في مصر أيضا مشروع مصر الخير وحلم المنطقة قضي عليه إن شاء الله أن لا يطول هذا الأمر طويلا قبل سبع سنوات والمشروع الصهيوني إمامة الصهاينة انتشرت قبل سبع سنوات من هنا نلاحظ مثلا في أئمة أئمة للشر أئمة للخير كثير بفلسطيني اليوم في مشروع قضم مزيد من الأرض الفلسطينية مشروع لا الحقيقة يستغرب المرء لأن هذه الخطوة لها دلالات دلالات أكيدة أن موضوع فلسطين وأرض فلسطين هذا انتهى بالعقل الصهيوني ومن يقف مع الصهاينة من الأول نكتشف أن موضوع المناورات السياسية والمفاوضات والعبث السياسي وانتظروا وأمريكا بتعطينا حقوقنا لا المفاوضات مع الصهاينة بتعطينا تبين كل هذا كذب هناك مشروع يريدون الوصول إليه من خلال الحرب أو من خلال السلم ويخادعون ويسايرهم في هذا الكثير من أنظمة الحكم في المنطقة وإعلام المنطقة ماذا يعني ضم طيب الكل يعرف أن هذه الأرض ليست لليهود نكتشف أن موضوع السلم والصلح والمفاوضات مع العدو الصهيوني كانت مجرد ذر الرمات في العيون المشروع واضح هو ابتلاع فلسطين وأنا أقول هنا هو ابتلاع فلسطين ليس النهاية ابتلاع فلسطين بداية لمرحلة أخطر وأوسع في المنطقة والذي يحاول أن يسترضي الصهيوني ويسترضي الأمريكان من خلال السكوت أو من خلال المراوغة أو من خلال التواصل مع الصهيوني أول ضحايا المرحلة الصهيونية القادمة إذا انتشرت ونسأل الله أن تقمع باكرا نحن اليوم نعيش مرحلة أن يكون الصهيوني أو المرحلة الصهيونية مرحلة إمامة المرحلة القادمة إمامة المرحلة القادمة قيادة المرحلة الكادمة العصر الصهيوني الذي يتحدثون عنه يعني كلنا نحاول أن نتأقلم ونتعايش ونتقبل ونستثيغ السيطرة الصهيونية العسكرية والأخلاقية واللغوية والاقتصادية والثقافية وإلى النهاية على كل هنا أتحدث عن أدوار مثلاً الدور السعودي والإماراتي إمارات دولة صغيرة هي بحذاتها لا تشكل إماماً في المنطقة لكن الإمكانيات الهائلة التي بين يديها المال مع الدعم الغربي والأمريكي بالإضافة إلى الموقف السعودي في المنطقة شكلوا مع بعضهم محور أئمة باتجاه صهيانة المنطقة وإفساد الشعوب هم شركاء تماماً مثل الإيرانيين مثل النظام الإيراني أو غير شركاء تماماً فيما يجري في المنطقة وفي خرابها وفي إلحاقها بالعصر الصهيوني إيران وملحقاتها نفس الشيء إيران دور إيران في العراق معروف دمر العراق بقرار أمريكي إيراني سوريا دمرت بقرار دولي روسي أمريكي غربي إيراني خليجي الجميع وجد مصلحته في سحق الشعب السوري ونأتي إلى بيت القصيد لأنه بيتنا يحترق والحديث عن بيتنا يجب أن يكون له أولوية نحن في لبنان في أيام عصيبة تماماً اللبنانيون هكذا هم يقفزون في المجهول هم على أبواب المجهول ماذا يفعلون من الاحتمالات القريبة جداً أن نشهد اللبنانيين كما شهدنا منظر السوريين وهم يركبون البحار في زوارق بسيطة وتغرق أطفالهم في البحار يهيمون على وجوههم تلفظهم الدول لا تقبلهم أين يذهبون ماذا يفعلون في بلدهم لا يمكن العيش رغيف الخبز لا يمكن الوصول إليه ماذا يفعل هذا احتمال كبير احتمال كبير حقيقي حقيقي ليس ادعاء ليس كما يقول أحدهم لا أحد يموت جوعاً نعم ببركة وجودك ووجود أمثالك سنموت جوعاً إن بقيت الأمور كما هي في مسارها هذا هذا أمر لا يطاق لا يطاق الدولة كيان الدولة أحزاب الدولة واضح أنها هي لا تبالي هي تكمل في مسارها يقدم لنا نزاعهم نحن مع مع أن نبقي وجوهنا نحو الغرب والطرف الآخر يدعونا لأن نتوجه شرقاً ولبنان في الوسط هل يتوجه غرباً وإذا توجه غرباً هل ينتفع لا ما الغرب أعطيه ظهره هل يتوجه شرقاً والشرق وين والشرق شو فيه ما في شي ما هو إذا كانت القيادة الإيرانية أفسدت وجوعت الشعب الإيراني هترحمني وترحمك أو ترحم الشعب العراقي أو ترحم الشعب السوري لا فنحن في عين العاصفة من هنا لا يجوز أن ننتظر ويجب الحل وفعلاً الشعب اللبناني في حيرة من أمره خاصةً وأن بسرعة 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 يستطيعون أن يستحمروا أن يستحت عنوين طائفية الشعى في خطر السنة في خطر المسيحية في خطر أي إنسان منهم حينما يجد أنه من مصلحته استخدام الإثارة المذهبية أو الطائفية بسرعة يتوجه إلى هناك ورأينا في الأيام الماضية كيف أن جعلونا أمام صورة مرعبة تسكتون عنها أو هذا الرصاص سيلعلع مرة ثانية بين الأحياء والمناطق وسوف نقتلكم بفتنة أو نقتلكم جوعاً ما المطلوب الاستسلام أن نركب البحار ويموت أطفالنا وهم يهاجرون وتلفظهم الدول نقبع في بيوتنا حتى نموت جوعاً لأنه بالتأكيد مما لا شك فيه أن حتى رغيف الخبز هذا سنفتقده أبسط أبسط ما يمكن أن يقتات منه الإنسان سوف لن نجده في ظل هذا الانحدار لأن لبنان ليس فيه مصادر عيش للناس دمرت مصادر العيش مصادر الرزق دمرت بارح بدل ما بدل ما يشجعوا على زراعة الحنطة على زراعة الحبوب بالأمس هم يشجعون على زراعة الحشيش وقنن وزراعة الحشيش يعني العقلية بعيدة تماماً للأسف الشديد على كل حال هنا نسأل قلنا في كل قرية إمام إمام للخير وإمام للشر إمام فساد وإمام رحمة وعدل في لبنان في فساد في فساد واسع منتشر لكن ليس كل فاسد ليس كل فاسد هو المؤثر وهو المقوم للفساد في أعمدة الفساد الأساسية التي تحمل أثقال الفساد أو زعن الفساد كالبنائة فيها أعمدة أساسية هي بتحمل الجسم الكبير الهائل للبنائة أما جدران وما شابه ذلك هي مجرد زوائد نسأل هل الدروز هم أعمدة الفساد الأساسية لو أزحنا القادة الدروز الطائفيين لا يبقى فساد هذا الدروز تقريبا برات للسلطة لكن الفساد لا زال قائما هم من جملة الفسدين لكنهم ليسوا أعمدة أساسية في الفساد إذا هوت هو الفساد إذا سقطت سقط الفساد ممكن ممكن أن نقول جماعة الحريري هم أئمة الفساد أيضاً نفس هم شركاء أساسيين أساسيين جداً لكن اليوم هم خارج السلطة والفساد لا زال قائماً ما استطعنا أن نكسر ظهر الفساد ما هو الفساد صرح الفساد ما هو نعم هم شركاء أساسيين لكنهم ليسوا هم الأعمدة وهكذا حتى لا نطيل حامي حمى الفساد المدافع الأساسي عن الفساد أصائل لكل فاسد ولص مين ممكن أحد يقول عون عون شريك وشريك مهم جداً مهم لكن الفساد أئمة الفساد اللي كانوا قبل عون وشاركوا عون كان الفساد معهم قبل أن يأتي عون ولو رحل عون وبقي سيبقى الفساد باختصار باختصار حامي حمى الفساد إذا ذهب يمكن أن يذهب الفساد يمكن أن يذهب يمكن أن يبقى بس يمكن أن يذهب وإذا بقي سيبقى الفساد هو الثناء الشيعي رب الفساد في لبنان الثناء الشيعي الشيطان الاكبر امريكا الشيطان الاكبر فسادا في لبنان هو الثناء الشيعي طبعا حينما نلحظ الفساد في العراق والفساد في سوريا والفساد في لبنان والفساد في ايران ندرك ان محور فساد اساسي ايران واذرع ايران في المنطقة محور اساسي للفساد شيطان مهم من شياطين الفساد مع اتباعي كما السعودية شيطان مهم من شياطين الفساد في المنطقة لكن الفساد الاكبر الشيطان الاكبر امريكا الروس الى النهاية على كله لا في لبنان الثناء الشيعي وليس حتى كن دقيق وليس الثناء الشيعي بمعنى الاثنين مثل بعضهم لا الحامل حقيقي اذا نحن سردنا وتحدثنا عن هذا مرارا الحامل حقيقي للفساد هو قيادة حزب الله اي القيادة الايرانية بامتداداتها الى المنطقة قيادة حزب الله قيادة حزب الله بالتعبير اللبناني خليها تقلب البندقية تقف لمصلحة العدل تتغير كل الدنيا اليوم حزب الله يقول انا سوف احاكم واقف ضد اي معتدي على المال العام ضد اي فاسد وسأقف مع الحق اي مكان وأدافع عنه تتغير كل الأمور بينما إذا حزب الكتائب قال هذا الكلام لا ينفع عون إذا قال هذا الكلام لا ينفع جعجع إذا قال هذا الكلام لا ينفع جنبلاط إذا قال هذا الكلام لا ينفع نبيه بره إذا قال هذا الكلام لا ينفع حزب الله ينفع هنا علينا أن نفكر بهدوء أنا ما حدا يأخذ كلامي أنه يا أخي في مشكلة بينه وبين حزب الله مدري بينه وبين إيران والزلم عم يحاول ينتقب لا 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 خلنا نروي ونحكي الأمور ببساطة أنا مسامح كل إنسان إذا كان إلي عندي حق مسامحه ولا أريد شيئا أبدا أقسم بالله لا أريد أي شيء له علاقة بمال أو دنيا أو منصب أو جاه أو أي شيء ولو شئت ولو شئت أن أصل إلى شيء من هذا الذي يسعى ويلهث وراءه الآخرون الآن أصل إلى كثير منه الآن أصل إلى كثير منه ما حدا يخدع حدا ويصور أنه كلمة حق يرادو بها ما بعرف شو خلنا نروي وناخد الأمور بروية لأنه البلد رايح إلى الهاوية البلد رايح إلى الهاوية بين هلالين بعضهم يتحدث عن بواخر وأنه جاي بواخر ستنقذ البلد هذا كلام هذا كلام ما له معنى أنا وإن كان يحتاج إلى شرح لكن تقديم بسيط افترض إجت بواخر هاي البواخر أسأل سؤال هل سوف هذه السلع القادمة سوف تنتشر بين الناس وبالأسواق وبالمتاجر عادي وبأسعار كما يقولون على أساس الدولار بألف وخمسمائة ليرة هذا شو معنى معنى أن أسواق المنطقة كلها ستهجم على السوق اللبناني وتحاول أن تأخذ قدر ما تستطيع من هذه السلع يعني يمتلئ يمتلئ السوق السوري ويمتلئ ترى السوق الصهيوني ويمتلئ السوق القبرصي والمصري والتركي لأن أسعار أسعار تراب شو يعني مثلا والله أسابي للفرض لنفترض كيلو الرز اليوم والله كيلو الرز بسعر مثلا عشرة سنت مثلا أو خمس سنت كل الحال أي دولة في العالم قادرة تقدم هيك تقديمات شبه بلاش أو بلاش لأن للمنطقة كلها تغرق أسواق المنطقة وآخر من يستفيد من هذا السوق هو اللبناني إن كان عن طريق الفساد وأرطة الفساد المسيطرة على السوق اللبناني وإن كان عن طريق التنافس التجاري إذن مسألة أنه تنزل سلع بالسوق تباع بالسوق لكل العالم هذا كلام لا معنى له طبعا بأسعار متدنة نعم هناك طريقة ثانية أن تأتي بواخر أو غير بواخر ويعلمون لكل أسرة كيلو رز نصف كيلو تامر ما بعرف شنو وصدقات أو بأسعار يعني يستحول الشعب اللبناني إلى شعب شحاد هذا اللي كان مرتاح بحياته ناطر آخر الشهر يعطوه لؤمة لحتى ما يموت ابنه ويزقم كل شهر ما بقدر يعني نرجع الله يرحم أيام هذا الأمر أسوأ منظر وأسوأ نهاية يمكن أن يتصورها أي شعب في العالم يعيش على صدقة هو خلاص يقتات عنده خمس كيلو رز بالشهر يجب أن يحاول ينظم وضعول حتى يأكلهم وقعد ببيته ومدمر الدنيا لا مدارس لا طباب لا حياة كريمة ولا شيء هو مجرد مسكين يعني يقتات كي لا يموت هذا بلاء بلاء الموت أفضل منهم طيب ليش بدنا نصبر سؤال ليش بدنا نوصل لهون يعني في شيء بدنا نحرر القدس مثلا كما يحاول أن يشيع بعضهم الصبر والصابرين والصابرون والصابرات وأن رسول الله صبر في يوم الفلانة والآيات تتحدث عن الصابرين وإلى بيحاول بعضهم يحشد آيات الصبر في القرآن صحيح الصبر في سبيل الله الصبر في إحقاق الحق في العدل والعدل في الأرض نحن على ماذا نصبر في لبنان نصبر لحماية الفاسدين واللصوص في هناك ناس سرقوا البلد ولزالوا يسرقون والمطلوب مننا حتى الله يرضى علينا نصبر عليهم ونتركهم يسرقوا بهدو واطمئنان اطمئنوا اسرقوا كما تشاءون ونحن نعبد الله بالصبر عليكم منطنا يحاول بعضهم أن يذلس يقول لا ما في قيصر بالنص وقيصر جاي ما لشي قيصر مبارح بس السرق من ثلاثين سنة نحن جوعانين ومهدريين من زمان وقيصر مبارح ثم بغض النظر قيصر شو خلنا فهم قيصر يعني بده يمنعنا من تحرير القدس ونحن لازم نحرر القدس ها دي قص وين مظاهراتكم ببيروت ما شفت ولا حدا رفع شعار ضد الضم وانتصر وانتصر لبيروت للضف ببيروت يا أخي قيصر على سوريا خام كل أمور بوضوح وما ببدون فزلك سوريا كأرض وشعب الكل كان مصلحته يدمرها كل واحد من بابه الإيراني من بابه والسعودي من بابه والروسي من بابه والأمريكي من بابه اتدمرت اليوم فريسة صيضة صارت بين أيديهم بدون يتنافسوا عليها أكبر المتنافسين الروسي والأمريكي الروسي يريد هذه الفريسة الصيضة له والأمريكي يريد هذه الفريسة له قيصر جاءت قيصر الأمريكية تريد أن تحاول أن تستأثر بالصيب تستأثر بسيب سوريا لي الروسي يحاول أن يقول لا هذه لي الموضوع موضوع القيصر يعني سوريا لأمريكا أو لروسيا نحن نصبر على شو يجب أن نصبر حتى تبقى سوريا فريسة وغنيمة للروس ولا نريدها أن تذهب فريسة وغنيمة للأمريكا ما شاء الله المشروع ما شاء الله ليش يا إخواني أنتم ما بتروحوا إذا كان أنتكم قدرة يتفاهم الشعب السوري معارضة وموالاة وينقذوا البلد ويسولنا دولة محترمة وعدالة وإلى النهاية إذن مشروع الصبر على قيصر قيصر هذا كذب وهذا عهر وهذا فجور هذا مورد جهل مورد قهر مورد مشروع إذلال مشروع تجويع ومشروع سحق طيب إذا فرضنا بأنه في قيصر في لبنان في قيصر بالعراق في قيصر بمكان آخر لا المشروع مشهونة نرجع لقصتنا إذن شو الحل الصبر أنه نصبر ونجوع ونموت هذا عهر وفجور وكذب هذا تدليس استخدام الدين والإسلام لخدمة الشر لخدمة اللصوص اصبروا حتى نكمل دمار البلد اصبروا حتى نكمل السرقة واللصوصي هذا عمل هذا عمل من أحقر ما سمعت وما رأيت في الدنيا ما يفعل هؤلاء يحاولون يحاولون الاعتماد على الدين لسرقة أموال الناس ويدعوهم إلى الصبر على كل حال نرجع باختصار حتى لا أطيل كثيرا ولعلي أطلت هنا لا هذا الصبر غير وارد ما الحل الحل كما قلت أن يغير حزب الله نهجه تغير إيران نهجها وتأمر حزب الله أنه يعمل دافع عن عيش الناس وعن مظلومية الناس وهذا لن يحصل قاتلوا دفعوا دم قاتلوا بقوة وبشراسة لتثبيت الفساد ذكرت كثيرا وضربت أمثلة كثيرة عن هذا الموقف الشرير اللعين هنا يقولون لا نحن ما فينا نعمل فتن في لبنان لأنه اختلاف الشيعة ببعض لأنه يعني الفساد هو نبيه بري وحركة أمل وحزب الله هو مش فساد وما بيقدر يواجه لأنه حيعمل فتنة في لبنان أمت كنت تتبرع وتتورعون عن الفتن يمكن أن تكذبوا على كل الناس لكن لا يمكن أن تكذبوا علي الذي حاولت جهدي وصبرت لإنقاذ الشيعة من شركم ومن حروبكم العبثية الشيعية الشيعية مهما قلت وإذا كنتوا شاطرين نفتحوا محكمة اللي دعوت إليها أنا من زمان لنشوف من هو مشروع الشر من اللي حرق الشيعة ببعضهم ما لا شيء اسمحوا لي بهذا هاي كذب الفاجرة أنه لا نحن ما بنقدر نعمل فتن ليش بدأ ندافع عن نبيه ثم بالتالي من قال لك بأنه ما ليش أنا ما بدي دافع عن الفاسدين تحت راية حركة أمل بس من قال لك بأنه شباب حركة أمل كلهم فاسدين والشيعة كلهم فاسدين وبيحب الفساد وأنهم ينصرون الفاسد حتى ولو كان نبيه بري لا أنا أؤكد لك أن شيعة كلهم حتى شيعة حركة أمل إذا شاهدوا بأعينهم تحقق لهم إنسان فاسد منهم أو بينهم أو رئيسهم سيقفون ضده ممكن كم شعلوت لا قيمة له الموضوع مش هيك لكن أنتو مصلحتكم أن تعيشوا مع الفساد لا تستطيعوا أن تعيشوا مع الكرام مع أهل الدين من هنا أريد أن أصل إذا كان العمود الأساسي للفساد حزب الله حزب الله يتكئ على سلاحه وعلى شباب وحزب الله بجسمه الكبير يتكئ على الشيعة كطائفة لا يستطيع السني أن يفعل شيء لا يستطيع المسيحي أن يفعل شيء هنا تقع المسئولية الأساسية في محاربة الفساد في لبنان وفي إعمار لبنان على الشيعة أنتو كشيعة حينما تنزلوا إلى الشارع وترفعوا أصواتكم بقوة في الجنوب وفي البقاء وفي بيروت وفي الضاحية بشكل خاص حينئذ يعيد الفساد النظر في سياسته حينئذ بترجع قياد حزو الله تتحدث عن العدالة وعن ضرورة إلى النهاية أما طالما الأمر هيك طالما أنهم مستحمرين الناس طالما أن الناس ساكت وقعد في بيوتها هما حيوصلوكم إلى الخراب الدائم وكل واحد منكم سيهج إلى بلد أو يموت في الأزقة جائعا هذه حقيقة حقيقة كبرى يجب أن يدركها كل إنسان فكر منيح ممكن يقول لك أنه يا عمي إذا نحن اليوم الشيعة أوية وبدنا نضعف لا بالعكس أمت كان الظلم والفساد قوة ودعم ما هدم أركان الدول إلا الفساد ما دمر الجيوش إلا الفساد ما حطم الحضارات إلا الفساد هذا الفساد لا يدوم هذا الفساد سيزول قريبا وأصحابه يزولون كل إنسان يقف مع الفساد سينهار بدكم يبقوا الشيعة أقوية أنا أنا أدعوكم أنا مع قوتكم وقوتكم لا تكون إلا بالحق نزلوا للشارع أرغموا هؤلاء على أن يعيدوا النظر أرغموهم خليبقوا بالكراسي خليبقوا بالسلطة بس أرغموهم أن يقفوا مع العدم أرغموهم أن يقفوا ضد الفساد هنا بصراحة وبوضوح جلي من يمكن من يمكن أن ينقذ لبنان من يمكن أن يغير البوصلة في لبنان من يمكن أن يوجه الدفة في لبنان هم جمهور الشيعة لأنهم يستطيعون هم وحدهم أن يهددوا ويمنعوا هذا الذي يحمل صرح الفساد حزب الله حزب الله يحمل صرح الفساد يحمل فساد هو أم الفساد هو شر الفساد هو المحنة بعينها بامتداداته وب مواقعه العليا داخل لبنان وخارج لبنان أيها الشيعة بلدكم أطفالكم أنتوا بخطر الهيام على وجوهكم تائهين في الصحراء وفي المياه أو الموت جوعا لا مفر والحديث عن إنقاذ وعن بواخر هذه كذبة فقط لتهدئة الخواطر ولإخماد النار قليلا قوموا دافعوا قوموا ثوروا حطموا أركان الفساد وانصروا العدل الذي أمر الله به انصروا أنفسكم بنصركم للعدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته